السلام سلام ان شاء الله رب يتقبل من نصيام والصلاة والدعاء اللهم امين يا رب العالمين في هذا الشهر الفضيل لأول مرة دخلت القناتي نقول لها فضلا وليس أمرا نضيري اعبوني وفعلي الجرس بها يوصلك جديد ومرحبا بكم جميعا في قناتي اليوم سنشارككم تحلية بذوق الكرامل من اروع ما يكون ننصحكم لازم لازم تجربوها نبدأ مباشرة في الوصفة لترتاح حليب ثلاثة مغارف كبار سكر والذي يحب الحلاوة كثيرا يوجد الحلاوة التحارة وعروعة ثلاثة مغارف كبار فلون بذوق الكرامل ما يعادل خمسين جرام فلون كرامل يعني علبة صغيرة ثلاثة مغارف مع مرينة مليح على ميزينة والمارغارين مغارفة كبيرة مغارفة كبيرة ضروري نحرك بارد في بارد ونزيد رشته على الملح ونبقى ننقلب فيها فوق النار أو نحركها فوق النار حتى يثقل الخليط التاعي ما نجعله شيء طويل يتغالى فوق النار غر يبدأ تكتك شوية على طرف أو تأتي الفيضان حليب نغلق عليه هذه القوامة كيف يكون بالنسبة للفيرغين تحب أن تقوم باستخدام أو تقوم باستخدام كبيرة نضيف ملعقة قهوة حليب عطر الكراميل أو كبيرة كبيرة التي ستضيف لبنة البنينة في التحليات كبيرة ندخلها مليح في هذه الكريمة وبعد نقص قيمة الكاس من هذه الكريمة ونضيفها في أمبال يكون قليلا واسع ونضعها في الفريجيدر تبرد مليح وبعد نرى هذا الكاس الذي نقصته سنضيف أكيد نغطيها ثم ثم نضيف 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 ثم نرى ونضيف الليل نضيف قليلا يزيدون يبردون مليح سنكمل طبقات يجب أن نضيف الفرجدير يبرد مليح ونغطيه بكيس بلاستيكي يعني لا يقوم باستيك بعد ما تبرد قلت لكم مليح نضيف مغارف ونعمرين مليح على شانتي بودرة ونضيف ربع مغارف حليب بارد ونضيف مليح ونضيف مليح ونضيف مليح ونضيف مليح هذا الطبقات الكريمات روعة روعة يجي لقودتها روعة يعني التحليا كومبلي مع بعضها الجهيلة بالنسبة لتحليا والمن وضيف المليح من أجني نضيف مليح ونضيف مليح مليح ونضيف مليح حتى نضيف المليح نضع الفريجيدر ونضع لهم طبقة الكرامبل لماذا لم ترى الوصفة الكرامبل نضع رابط الوصفة في صندوق الوصف لما لا يعرف صندوق الوصف نضغط على المثلث الصغير أو على السهم الصغير في تحت الفيديو ونضع مقادير الوصفة ورابط الوصفة الكرامبل وصفة صوص كغامل ثاني نضع طبقة لبس بها الكرامبل صدقوني هذه التحلية روعة 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 ننصحكم من قلبي تجربوها نشارك معكم دايما وصفات ومجربتها ومعتمدتها كذلك لتحصلوا على بنا بنينا وتحمروا وجوهكم ساسوا في الدار مع أهل المنزل أو مع ضيافتكم نضع قليلا وصفة صوص كغامل اللي راح تمد بنا بنينا مع هذك الكرامبل والكريمة يعني قلت لكم تحلية روعة نزيد هذه الطبقة اللي كنت برتها في الابوشادوي هذه التحلية أكيد لازم تنتقل بردة ننصحكم حضروها الصبح حتى لا يصل وقت الصهرة تكون بردة مليح حتى الطبقة هذه العلوية تكون بردة كما ينبغي وتمدلكم ملمسة روعة وذوقة ولا أروع نزيد قليلا الخامبة لفوق الكريمة هذه ونزيد قليلا تكونوا تاكلوا فيها إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تاكلوها بالصحة وشاهدكم في الجنة حاولوا تجبدو ثلاث طبقات كامر مع بعضهم وبصحتكم إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لوصفة اليوم تنال إعجابكم وإن شاء الله تجربوها الكرامبل هل تقدروا تبدلوها بالقفريت أو بيسكويت لا يعطي لكم البنة بني كما هي الكرامبل لذلك ننصحكم تجربوها بالكرامبل في الأخير نقولكم تعالوا في رواحتيكم وصحة في طوركم وإن شاء الله على فيديو تالي وتعجبكم لا تنسوا تخليوا لي الجام ومع السلامة